السلام عليكم متتبعي القناة مرحبا بكم في فيديو جديد هذا الفيديو سيكون موجهة لتلاميذ وتلميذات المستوى الثالث مادة اللغة العربية الفرد الأول للدورة الثانية الأسدس الثاني الامتحان الأول أي فروض لمرحلة الثالثة هذا الامتحان سيكون خاص بالاستماع والتحدث حكاية لفاجش شخصيات الدك والنملة السؤال الأول أضع سطرا تحت حكاية الديك يبحث عن عمل الطريق الطريق أولا الديك الان ثانيا النملة سطر تحت الديك والنملة الأسد الفيل القائد لا توجد في الحكاية حكاية الديك يبحث عن العمل شخصيات هذه الحكاية الديك والنملة السؤال الثاني يقول أحيط مكان حكاية رائد الفضاء إذن الحكاية اللي استمعنا لها خلال الحصص في الفصل عدنا حكاية رائد الفضاء إذن المكان اللي جرت فيها الحكاية فهو المريخ إذن المريخ وبالضبط داخل المركبة إذن المريخ داخل المركبة ليس في الساحة وليس في المدرسة بل في المريخ كوكب المريخ داخل المركبة السؤال الثالث أتمم الخطاط التالية إذن أعطونا هنا فعل صاحة سنخرج مراد الفعل صاحة إذن صاحة ديكو مثلا أي صرخة صاحة عالي أي صرخة ثم ضد هذه الكلمة فهي ضدها صمت أو سكت صاحة سكت ونوع الكلمة في طبيعة الحل كما قلنا فهو فعل إذن هذا فعل تلاتي فعل تلاتي في تلاتي الحرف نركب هذا الفعل في جملة مفيدة إذن نكتب صاحة ديكو صباحا صاحة ديكو صباحا إذن نوع الكلمة فعل نمر الآن إلى السؤال الرابع سل بخط بين كل مقطع والبنية المناسبة له إذن هنا مجموعة من المقاطع سنحدد بداية الحكاية لمشكل الحل ونهاية الحكاية إذن بداية الحكاية فهي إحساس الديكو بالجوع الشديد إذن هذه هي بداية الحكاية بدأت الحكاية عندما أحس الديكو بالجوع الشديد الديكو يلتقي برجل إذن الديكو يلتقي برجل الرجل هو الملع عليه الحل يعني هنا نتحدث عن الحل بعد المشكل المشكل هو عدم حصول الديك على عمل إذن الديكو هو في صدد البحث عن عمل التقى برجل إذن الملاقية دياله بدك الرجل هي الحل الديكو يعمل في مهنة السياح كل صباح أو كل صباح عفوا فهنا نهاية الحكاية حيث أن الديكو وجد عملا وهذا العمل يتجلى في مهنة السياح كل صباح نمر الآن إلى السؤال الخامس وحدد أصحاب هذه الأعمال إذن يحلم أن يكون رائد فضاء من يحلم؟ إذن هو نعمان نعمان في حكاية رائد الفضاء نعمان يحلم أن يكون رائد فضاء عمله الصياح كل صباح إذن الديك كما قلنا في حكاية الديك يبحث عن عمل فالديك في نهاية الحكاية فإنه وجد مهنة السياح كل صباح النملة تعمل في الصيف وتنام في الشتاء إذن في حكاية الديك يبحث عن عمل هناك كما أشرنا إليها سابقا شخصية مهمة الديك والنملة إذن المهمة ديك والنملة فهي تعمل في الصيف وتنام في الشتاء نعمل هذا الجدول هذا الجدول مهم إذن الجدول هنا أعطونا جوجة الحكاية رائد الفضاء وهنا يخص نحن نتعرفه على الحكاية الديك والنملة الرجل في الحكاية الديك يبحث عن عمل سوف تكتب عن عنوان الحكاية الديك يبحث عن عمل نكمل المعلومات سوف نحدد الشخصيات الزمن المكان حدثين من أحداث الحكاية يعني جوجل الأحداث مهمة في الحكاية نبدأ بشخصيات حكاية رائد الفضاء عندنا نعمان والمخلوق الغريب والأم بالنسبة لحكاية الديك ويبحثوا عن عمل هم اللي حددوا لنا الشخصيات في الديك والنملة والرجل إذن الزمن الحكاية الأولى في يوم من الأيام الحكاية الثانية في الصباح الباكر في أحد الأيام كان حددوا الوقت يعني بعض الجمال التي تدل على الوقت أو على الزمن فعدنا في الحكاية الأولى في يوم من الأيام حكاية الثانية في الصباح الباكر وفي أحد الأيام بالنسبة للمكان حكاية رائد الفضاء فهي تدور في الغرفة في كوكب المريخ وفي المركبة أو داخل المركبة هدو هما الأمكان التي توجد في حكاية رائد الفضاء أما بالنسبة لحكاية الديك يبحثوا عن عمل فلدينا القرية والحقول إذن تدور أحداث هذه الحكاية في القرية والحقول ثم آخر خانة فهنا يجب علينا أن نحدد حددين من أحداث الحكاية الحدث الأول وهو ظهور مخلوق غريب الشكل هنا يكتبنا الحدث الأول هو تعطلت مركبة نعمان الحدث الثاني ظهور مخلوق غريب الشكل بالنسبة لحكاية الديكو يبحث عن عمل الحدث الأول توجه الديكو عند النملة بعدما أحس بالجور إذن هذا هو الحدث الأول في حكاية الديكو يبحث عن عمل أما الحدث الثاني فهو مساعدة رجل لديكو عندما سمع الصياحة مساعدة رجل لديكو عندما سمع الصياحة ونقدر نحيدها ونكتبه الديكو يعمل في مهنة الصياح كل صباح يعني النهاية الحكاية هنا نكتب جوج الأحداث مهمة وقعات في الحكاية إذن هذا كل ما يخص امتحان مادة اللغة العربية وبالضبط مكون الاستماع والتحدث هنا في هذا الامتحان هذا يعني تركزنا على جوج حكاية رائد الفضاء وحكاية الديكو يبحث عن عمل إذن نلتقي إن شاء الله في الفيديوهات المقبلة لإتمام بقية مكونات مادة اللغة العربية يعني الامتحانات الخاصة بالمرحلة الثالثة أترككم مع الإجابة ونلتقي إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة